اهلا بكم وحشتوني جدا جدا من الاسبوع اللي فات النهاردة هنتكلم عن موضوع اجتماعي يعني منكم وليكم هنتكلم عن موضوع بيعاني منه كل العالم لا يزال القضاء عليه احد اكبر التحديات التي تواجه البشرية كل يوم زي قصص الخيال العلمي ده برضو كان ممكن يتكتب في قصص اسطورية بس لو ما كناش مرينا به عشان كده كان موضوع النهاردة دراكولا 2020 بس قبل ما ابدأ بموضوعنا احب ارحب بزميل وليد اهلا بيك يا وليد اهلا بيك يا شجان النهاردة موضوعنا عن مرض الكورونا مرض الكورونا ده يعتبر اصلا مرض عاصر مرض شاغل حيث كتير جدا طبعا اكتر حاجة بتدايقني ان حد يكون ماشي في الشارع مش لابس كمامة يعني انت ماشي في الشارع مش لابس كمامة انت مش خايفة عن نفسك طب خاف علي انا طيب انا عايزة صفحتي انا مش عايزة ان انا اموت خاف علي نفسي لو مش عايزة تلبسها البسها عشاني الله هاشجان يعني يا ربنا الطف بينا الايام دي يا دوب لسه كنا من كام يوم فرحانين اللي قاعد وصل الغلاص وبدأ يتراحل عن مراحل مختلف بس ظهر فيروس جديد بسلالة جديدة اقوى واكتر من اللي ظهرت قبل كده عبارة عن يا دوب نتوء بيظهر النتوء ده بيخلي الفيروس بنتشر بسرعة اكتر من 70% عمتا فعمتا يعني موضوع بجد صعب صعب جدا جدا بجد الموضوع كبر وما بقاش حد محافظ خالص على نفسه وكل يوم ناس بتموت اكتر ده ممكن يكون مركز بس واحد فبحمص وفيه يعد الالف حالة في اليوم الناس بقت مستهزية خالص مستهترة جدا كلهم اخدينها هزار ما فيش حد ان هو خايف على يعني انت مثلا انت مش خايف على نفسك خايف على المجتمع اللي حواليك انا مش هقول ان انت ما تستناش لما تفكت حد مثلا عزيز ما تستناش لما حد يفكت حد عزيز عليك انت ممكن يعني انا مش هقول حد من عائلتكو او حد كده لا حد عزيز لان الفرد ده بيكون مسؤول عن نفسه وعن المجتمع كله ايا كان يعني عايز اقولك حاجة برضو ان الفيروس اللي طلع بشكل جديد ده اول ظهوره بدأ في جنوب شرق بريطانيا بعد كده انتقل لهولندا بعد كده في الاخر اللي كان في استراليا عايز اقولك يعني لو احنا طبقنا الكلام الوحصول صلى الله عليه وسلم يعني قال ساعتها اذا سمحتوا من طعونة باردن فلا تدخلوا بها واذا وقعت طعونة في اردن وانتم فيها فلا تدخلوها ففعلا لو طبقنا ده ما كانش انتقل لكل البلاد دي يعني ياريت والله يا جماعة كل واحد يحافظ على نفسه يعني يعني تبسوا الكمامة مثلا حتى الكمامة يعني ده احنا في يومين شتا وعلى فكرة بتدفي يعني لو لبستوها يعني احنا في الشتا وبتدفي عكس السيف خالص احنا كنا بنتخنق منها شوية بس حتى هي بتدفي في الشتا وحلوة يعني تبسوها والله يعني الكمامة حلوة قوي انت جايبك مامتك ولا زي كل مرة يعني لا انا جبتك مامتك والله يا عايز اقولك يعني احنا بنحاول على قد ما نقدر ان احنا نلتزم بالاجراءات اللقائية اللي قالتها علينا الحكومة وكده بس برضو في ناس كتير ما بتلزمش بيا طب هو انتم مستنين ايه؟ مستنين خلاص بعد ما تحسوا او تشعروا بفراء حد عزيز عليكم حرفيا ما حدش يقدر يستحمل حد عزيز عليه يعني فعايز اقولك برضو ان والله بنحاول على الدمان يقدر يعني حتى في الجامعات بقى شرط اساسي لتدخل الجامعة اللي هو بالكمامة اللي هو الكنية ايوه ولازم يقيسوا درجة الحرارة متنمين جدا يعني يعني فعلا الكمامة اهم من الكرنيب كتير يعني لو ناسنا الكرنيب ممكن ندخل لكن الكمامة ما ندخلش خالص الكمامة غالبة الكرنيب بزرح اه فعلا والله والله يا جماعة برضو لازم ان احنا نحافظ على نفسنا لان ده موضوع حيكبر جدا واحنا كمان دخلنا في موجة تانية نتمنى يعني ان ما يكونش في موجة تالتة خالص يعني لو في موجة لو حصل يعني بجدة هتبقى حاجة حاجة وحشة جدا يعني دينا كلنا وحازة انصح برضو اي حد اذا قضاء الله نفذ على اي حد انه يتصاب بالمرض ده ده بتلا يعني ولا عيب ولا حاجة لأ اتصابتي بيه اعرف بيه غيرك بحيث ان كله ياخدوا احتياطاته برضو اهم حاجة في المرض ده النفسية تستقبل حتى لو انت اتصابت تستقبل المرض ده بنفسية حلو لان النفسية عامل مهم جدا في العلاج اصلا المرض ده في المناعة بطقوة برضو نقطر مثلا من الزنك الحاجات اللي فيها الزنك الفواكه اي حاجة غادر عامة يعني بتفيدك طبعا والله يا جماعة احنا يعني لازم كل واحد يهتم بنفسه اكتر كل واحد يعني مثلا مش تكونوا حاطين ان في دماغكو اللي مكتوب له حاجة فيه ناس بقى اللي مضيع دماغنا كلنا ان ممكن حد يقول ايه اللي مكتوب له حاجة بيشوفها يعني ايه اللي مكتوب له حاجة بيشوفها يعني مكتوب له حاجة بيشوفها احنا بقى نستهتر خالص لا احنا لازم ناخد بالنا برضو من نفسنا ولازم نهتم بنفسنا ايه اللي مكتوب له حاجة بيشوفها دي اكتر كلمة استفزتني بجد من ناس كتير بالضبط عايز اقولك على الكلمة دي ان كده ده اسمه توكل مش توكل منفحش انا احط نفسي قدام عربية ولا قدام قطر واقول ان كده متوكل ده اسمه توكل برضو لو جينا حسبنا النسبة النسبة وصلت 127500 بالنسبة لبردو احنا عددنا 100 مليون ده يعتبر احنا مش عايزين نسكر السلبيات كتير بس ده حاجة مميزة برضو يعتبر نسبة يعني اقل من بلاد كتير على فكرة فبصراحة يعني يا ريت يعني نلتزم نلتزم كويس جدا بالموضوع عشان بجد مش هنقدر نشوف حد عزيز علينا في المواقف ده ربنا يخرجنا من الازمة دي على خير والله وان عدد بيها يعني كاسبين اهلنا وصحابنا وحبايبنا يا رب كده وكلنا ما يبقاش فيه اي حد في خطر خالص لان بجد حاجة بقت صعبة جدا والناس كلها بقت مستهترة جدا احنا اهم حاجة ان كفاية الاستهتار ده بجد لحد هنا احنا نتمنى ان ما يكونش فيه مجاة تالتة نتمنى بكده بجد يعني طب انت شايف ايه مثلا بحيز تعملوا الحكومة مثلا في الموجة دي يعني ايه اللي يحصل بالنسبة للجامعات ايه اللي بيحصل بالنسبة للتعليم ايه اللي بيحصلت كل ده طبعا هم يعني كل حاجة يهتموا اكتر فيه تباعد طبعا مثلا عندنا احنا مهتمين جدا تباعد جدا ممكن البنش هو واحد او اتنين بس اللي يقعدوا فيه مش اكتر من كده مهتمين جدا جدا يعني زي ما قلتلك الكمامة دي اهم من الكارني اهم من اي حاجة وغير كده طبعا يعني مش كتير الأيام اللي بالروحة فيه أيام برضو أولاين في البيت ده طبعا عشان صحتنا وعشاننا كلنا وعشان المجتمع اللي حوالينا برضو معايز أقولك حاجة برضو حتى لو احنا اهتمينا بكل ده واخدنا حضرنا برضو فيه نأسين حاجة احنا بناكل من بره احنا بناكل مطاعم بره ده غلط جدا طبعا الفيروس ممكن تقل عن طريق الكلام ده حتى لو أنت ملتزم بالكمامة وملتزم بالجونت ملتزم كل حاجة الاكل برضو ليه دور أساسي فالآخر بعد ما واحد يتصاب يقول إيه ده هو أنا عملت لا تأكيد أكلت من بره برضو بيكون لها كيد في ملوثات يعني وكده طبعا بس لما بيبقى فيه حاجة المطاعم بتتقفل يعني لما الأزمة دي بتزيد والعادات بتزيد المطاعم بتتقفل وما بيكونش فيه حاجة قد كده بس ممكن مثلا حاجات بره ممكن انت مثلا سوبر ماركت مثلا بيكون مفتوح ممكن من كيس انت مسكه يعني تتصاب يعني ممكن حاجة قليلة جده ممكن باب انت بتفتحه كده تتصاب يعني الناس مش واخدى بالها من كده خالص دي حاجة مدمرة بجد يعني طب بالنسبة للراس السنة اللي جاي دا يظروفه لا دا رأس السنة دا المفروض اساسا ما يكونش فيه احتفال خالص بس فيه احتفال المفروض يلغو رأس السنة دي خالص يعني السنة دي مفيش كل واحد عايز يحتفل كده مع نفسه كده الله اعلم بردو مين اللي متصاب مين اللي عالم ما خافيك انا اعظم بردو فلازم نخلي بالنا جدا جدا ونحاول بس نصبر كده ست وشهور تلت شهور ايا ناكن الفترة بس والله دا كله نفسك لو انت لو يعني الواحد مش خاف على نفسه طب خاف على اهلك خاف على اصحابك خاف على نفسك على نفسك انت بقى الزبط انا بس كما خاف علينا يا جماعة انا غالبان على فكرة خاف علي انا والله يا جماعة كنا عايزين نكمل معاكوا اكتر واكتر ولكن للأسف الوقت اخدنا لو عندك اي اضافة تانية وليد كنت عايز اقول بالله عليكم التزموا بالاجراءات الواقعية والله ما هنستحمل اي حد يقع في محنة زي كده واحنا بنشوفه بيتقلم كل يوم وعا كده نبقضه قلم الفراء صعب والله جدا وخلصت فاكرتنا النهاردة ولكن قبل ما نختم حابة اقول لكم يا جماعة ما تستهتروش بالموضوع ده على اقل حتى لبسوا الكمام لان الموضوع زادت جدا والحالات زادت جدا جدا ارجوكم التازموا ارجوكم التازموا بالوقاية ربنا يحفظنا جميعا يا رب ويعدي الازمة دي على خير وخليكم معنا استنونا في فاكرة جديدة من برنامجنا شباب شو استنونا